واخيرا حجة لكن هذه المرة لحجة قصة اخرى وليست اخيرة قصة بالغة الوجع لا تشبه تلك التي كانت ترد في احوال الطقس فغبار الحرب وموجة النزوح هي الحاضر الابرز في يوميات هذه المحافظة الذي ضاعف الانقلاب من مأساتها احصائيات حقوقية تشير الى ان عدد النازحين في هذه المحافظة بلغ نحو نصف مليون نازح من مديريات عدة خصوصا المديريات الحدودية التي تشهد مواجهات مستمرة منذ اكثر من عام تقول الاحصائيات ان اكثر من ستين الف اسرة نزحت من المناطق الحدودية الى مخيمات اللاجئين هكذا يبدو المشهد هنا يهربون من الموت لكنهم لا يقتربون من الحياة ينزح البشر من المناطق الحدودية هربا من المناطق المحترقة من ضربات التحالف او تلك التي تسيطر عليها الميليشيا كونها اهدافا لطيران التحالف لكنهم يهربون الى فصل اخر من الجحيم حيث الموت البطيء الذي يعانيه النازحون جراء عدام الغذاء واسباب الامن والحياة محافظة حج الواقعة في الشمال الغربي اليمن وهي من المحافظات الحدودية مع المملكة العربية السعودية يزيد عدد سكوانها عن اثنين مليون نسمة منهم مئة الف على الاقل تجاوز خط الفقر كما تقول المؤشرات امر دفع بالمسؤولين فيها لاطلاق حملة اغاثية برئاسة محافظ المحافظة بهدف ابراز معاناة النازحين ووضعهم المأساوي ولفت انظار العالم للوضع الانساني للنازحين والمهجرين في المحافظة الحرب التي خلفت عشرات من المساكن والمنشآت المدمرة خلفت وضعا صحيا مترديا فالى جانب معاناة النازحين من البرد وانعدام مواد الايواء والسكن وانعدام الغذاء ومياه الشرب انتشرت الكثير من الامراض والاوبئة هذه المحافظة ذات التنوع الجغرافي الذي جمع بين السهول التهامية والجبال الشاهقة يمتد تاريخ الحرب فيها الى عوام خلت وتحديدا اواخر العام 2011 حيث بلغت الحرب ذروتها خصوصا في مديرية كشر ومستبأ التي فخختها ميليشيات الحوثي بآلاف الالغام خسارة حجة في الحرب ليست بالهينة غير ان غياب الاعلام غيب الكثير من الجرائم التي طالت هذه المحافظة